بسم الله الرحمن الرحيم تقول من متابعتي لقناة اليوتيوب قناة خدمات النخيل وجدت المعلومة النافعة والصادقة لوجه الله تعالى والله وحسيبكم نسى الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا كذلك ويصلح شأننا وشأن جميع المسلمين وأردت الانتفاع بعلمكم الكريم يا أخي ما أنا إلا مزارع وثق معلومات نسى الله ينفع بها وليست من العلماء فجزاكم الله خير تقول وذلك لمعرفة نظام الري والتسميد بشكل علمي وأيضا الجدول الاقتصادية من زراعة النخيل من حيث إنتاج التمور والفسائل من بداية الزراعة وحتى بداية الإنتاج لأني انقدر الله لأنوي زراعة مئة فدان والفدان أربعلاف ومئتين متر مربع نخيل برحي ومجدول بأرض الصحراوية بمصر لذا أرجو التكرم والتفضل بمساعدة في هذا الأمر عن طريق إمداد بملف بي دي اف يحتوي الطريقة الصحيحة للزراعة والتسميد السنوي من الزراعة حتى الإنتاج أو كفية الحصول عليهم بصورة مئسرة من مصادر موثوقة أو من أصحاب نماذج مشاريع مواثلة ناجحة وأيضاً إمدادي أو تعريفي بكفية الحصول على دراسة التكليف ودراسة الجدوى من هذا المشروع في صورة ملف بي دي اف أو خلافه إذا أمكن ذلك لأني أعلم زراعة النخيل مكلفة جداً وتحتاج إلى صبر حتى بداية التبشير والإنتاج هذا ملخص من سؤالكم أخي الكريم الذي وردني على البريد إلكتروني فأودتي أخي أن أجيب بما أعرفه ولعل الله سبحانه وتعالى أنفع بذلك نسى الله سبحانه وتعالى أنه يعلمنا ويفحمنا ويوفقنا أجميع لما يحبه وارضاه أخي زراعة النخيل وهذا الكلام لك ولجميع من يرى في زراعة النخيل الزراعة بمختلف أنواعها هي مهنة أصيلة عند المجتمعات البشرية فقد كان قوام المجتمعات البشرية على الزراعة لذلك كانت تسمى المجتمعات الزراعية ثم أتت الصناحة فأصبحت المجتمعات الصناعية على حساب الزراعة فالزراعة هي صلب مهنة البشرية عبر التاريخ وهي بفضل الله سبحانه وتعالى مصدر غذائهم والله سبحانه وتعالى أخرج لهم من الأرض الطيبات وأمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويعبدون الله سبحانه وتعالى ومن الزراعة المشتهرة هي زراعة النخيل ولكن تتميز زراعة النخيل بأمور عديدة أولا أن هذه النخلة هي شجرة مباركة فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم أكثر من 22 مرة لفضلها وكرمتها وأهل المناطق التي تزرع فيها النخيل تعتبر النخيل لديهم شريك أساسي فهي مثلها مثل الإنسان فلدينا في المملكة ونحن في المدينة المنورة وهي منطقة زراعية عبر التاريخ كانت تعتبر النخيل وما زالت هي المصدر الرئيسي للغذاء الطيب المبارك وهي التمور التي الله سبحانه وتعالى حمى فيها هذا البلاد من الجاعح عبر السنوات الماضية ولا زالت هي أفضل غذاء بفضل الله سبحانه وتعالى والشجرة نخلة مباركة فلا يرمى منها شيء كان الناس وما زالوا يستفيدون من كل شيء في هذه الشجرة فثمرتها أفضل ثمرة التمرة قد تنجي الإنسان من الجوع فقد كان الصحابة يذهبون للجهاد ويكونوا الواحد مع التمرة أو ثلاثة تمرات تكفي طول الوقت وقد عصرنا من من عرفنا من كبار السن أنه كان يرعى الغنم في المدينة ومعه ثلاثة أو ستة أو خمسة تمرات تكفي طول النهار مع الماء فهو غذاء سبحان الله العظيم عجيب فهي غذاء التمر غذاء في جميع مراحله يستفيد منه بلح يستفيد منه رطب يستفيد منه التمر جميع المراحل ولا يحتاج إلى تخزين ولا يتلف إذا ترك بدون تبريد كما هو الآن على بعض الأغذية فإنما يستمر حتى سنوات طويلة فسبحان الله العظيم ويستفيدون من نواه لذوابهم وماشياتهم يعتبر أفضل علف ويستفيدون من جذوعه في بناء بيوتهم ويستفيدون من جريده أيضا في بناء بيوتهم ومن السعفة في عمل مفارشهم والحصير الذي يجسون عليه والمواعين التي يستخدمونها ويستخدمون فيها سرتهم ومقاعدهم واسقف بيوتهم وأعمدة بيوتهم ومن بقايا الجريد أو الكرناف يقدون فيها النار ومن الليف تصنع منها الحبال وتصنع منها منتجات كثيرة فالنخلة لا يرم منها شيء كما يقول الناس لا يرم منها شيء فهي مباركة في كل أجزاءها وهي التي الرسول سلم وصفها في الحديث الصحيح أنها مثل المسلم شجر لا يسقط وراقها شجر مباركة فيا أخي النخيل سبحان الله العظيم تقول في سؤالك أنك تحبها وتعشقها فلا ألومك يا أخي فنحن أهل النخيل ونزرعه ونحبه ونعشقه فالنخيل أمره عجيب كذلك كما ورد في الحديث عن الرسول سلم أنه في معنى الحديث ما زرع مسلم زرع فأكل من الطير أو إنسان إلا كان له به صدقة فالنخلة لتزرعه فيأكل منها الطير أو تأكل منه نمله أو تأكل منه حشرة فلاك فيه صدقة فيا أخي لا ألومك في عشق زراعة النخيل وكذلك لأنه من أنفسنا في عشق هذه الشجرة المباركة الطيبة ولكن أنت تسأل يا أخي عن الجدوى الاقتصادية وهذا الأمر مهم بالذات في هذا الوقت وفي هذا الزمان فقد كان أهلنا في المدينة منورة وغيرها من المناطق لا يزرعون النخيل لغرض تجاري وهذا أغلبهم حسب ما نعرفه وسمعنا فيه ولكن يزرعون النخيل حتى يكتفون به حتى يكون يكفيهم من الجوع يكفيهم من الحاجة يكفيهم ويكفي أهلهم وأقاربهم وجيرانهم وكان المزارع يحرص على اختيار نوع النخلة فإذا سمع بنخلة لها ميزة معينة يذهب وقد يشتريها وقد يطلبها لتكون في مزرعته فلم يكن هناك هدف اقتصادي من زراعتها على أغلب الناس ولا يمنع أنه باقي الناس لديهم الهدف ولكن أغلب الناس كان يزرع ليأكل ويهدي ويعطي ويتصدق فما كان هناك المفهوم الاقتصادي أو جدوى الاقتصادية فكان يفرح بزراعة النخلة أينما كانت حتى يأكل منها ويأكل غيره ويأكل فيها أجر فما ليس هناك هدف اقتصادي عند أغلب الناس في الماضي في زراعة النخيل هذا حسب ما نعرفه والله أعلم وإذا زاد تمر يمكن أن يبيعه أو يستبدل به بعض ما يحتاج له من التجار أما الآن فأكثر المشاريع الزراعية تبنى على أسس اقتصادية ولدينا في المدينة المنورة مثل شائع ومشهور يقال أن زراعة النخيل تحتاج إلى مال قارون وعمر نوح وصبر أيوب وهذا به مبالغ ولكن أيضا فيه صحة فالنخلة عندما تزرع النخل تحتاج إلى تجهيز الأرض وتجهيز الأرض يحتاج إلى تكلفة حتى تكون صالحة لزراعة النخيل وحتى يجل الماء عليها ثم تحتاج إلى شراء فسائل النخيل وزراعتها والعناية بها وفيها ما ينجح وفيها ما يموت وتحتاج استبدالها ثم تبشر بعد ثلاثة إلى أربع سنوات ثم يكون لها إنتاج مقبول بعد سبع سنوات وإنتاج شبه تجاري خلال عشر سنوات وإنتاج اقتصادي بعد خمسة عشر سنة فهذا عمر طويل يا أخي إن كنت بدأت في هذا المشروع عمرك أربعين سنة قد تحتاج قد يصل عمرك إلى خمسة وخمسين أو ستين سنة حتى تقول أني استرديت مالي ثم بدأت أحقق أرباح إن وجدت في هذا الوقت الصعب فزراعة النخيل تحتاج إلى دراسة جدوى دقيقة وكذلك إذا كان العدد قليل وإن كانت التكلفة قليلة ولكن تكون الفائدة أيضا قليلة فسألت أنت عن قضية لديك أرض مساحتها 42 ألف فكيف فهل أنصحك بزراعتها بالواقع وماذا تحتاج لزراعتها يا أخي النصيحة لا أستطيع أن أسديها الآن وقد أفيدك في نهاية هذا المقطع الصوتي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه فائدة لك ولمن أيضا يسمع وإن كنت أطلت به ولكن لأن الموضوع طويل ولازم توضيح جميع الجوانب يا أخي إن كان عندك أرض مساحتها 42 ألف نسأل الله أن يبارك لك فيها أولا يا أخي يجب أن تكون الأرض مماحدة وصالحة للزراعة تكون صالحة للزراعة لا تكون الأرض فيها مخلفات كثيرة أو تكون أرض حجرية صعبة أو تكون أرض جيرية مالحة بقدر المستطاع وإن كان ممكن استبدالها بحفر حفر للنخيل ثم تخطط الأرض عند نأمكن عند مساح أو عند مهندس أو إذا كنت تستطيع تخطيط هذه الأرض فتحدث الطرق الرئيسية في المزرعة وعادة ننصح أن يكون هناك على شكل الطريق يكون على شكل حرف زائد ولا نقول صليب يعني أن يقسم الأرض إلى أربعة أقسام طريقين أو طريقان متقاطعان وطريق دائري وطريق دائري تقسم الأرض بطريقين متقاطعين على شكل زائد ويحيط فيها طريق دائري بهذه الطريقة تستطيع الوصول إلى كافة أجزاء المزرعة بكل سهولة عن طريقة طريقة الدائري الذي في المزرعة ويتقاطع مع الطرق المتقاطعة داخل المزرعة وهذا يسحل الانتقال للمزرعة ووصول الجميع الأماكن بالذات في الخدمة وفي جمع المحصول وتحميله فهذا أنصح به أن يكون ضمن التخطيط هذا الطريق ثم تحدد يا أخي مكان السكن في المزرعة هذا العمال لأنك إذا زرعته لا تريد أن تزيل نخيل حتى تضع حتى تضع السكن تضع سكن للعمال مناسب تضع مستودع للمزرعة مناسب تضع مكان لمستودعات التبريد لحفظ التمور في جزء من المزرعة ويفضل أن يكون فيه قريب من بوابة المزرعة حتى تستغل بقية المساحة وكذلك يسهل الوصول الوصول له مباشرة عند مدخل المزرعة هذا ما تحتاج لفيه التخطيط أيضا تحديد تحديد مكان البير نحن نفترض الآن أن الأرض صالحة للزراعة وأنها متوفر فيها الماء لذلك أنت تبدأ بالتخطيط طبعا نفترض أن لديك بير وإذا ما لديك بير تحتاج أن تحفر بئر وتحاول أن يكون البير بقدر المستطاع قريب من الخدمة الكهربائية حتى لا تحتاج إلى مد كابل طويل ويكلف عليك إذا كانت المنطقة متوفر فيها الماء بشكل عام فغالبا إن شاء الله تعالى موجود فيها الماء وإن كانت المنطقة الماء فيها قليل فننصحك أن تتوقف عن الزراعة لأنها صلب الزراعة هو الماء وهو روحها ولكن نفترض الآن أن الأرض صالحة للزراعة وأن الأرض متوفر فيها الماء ولذلك نصحناك بتخطيطها وتحديد الأماكن ثم بعد ذلك يا أخي تحدد المسافات زراعة النخيل مسافات زراعة النخيل اختلفت فيها المراجع واختلف فيها المزارعين ورأينا أيضا وسمعنا طبعا المثل السائد لدى المزارعين ويقال في المدينة وغيرها يقول إن النخلة تقول لك أبعدني عن أختي أخذ حملها مني يعني كلما أبعدتني عن النخلة القريبة مني سوف أعطيك محصول قوي يكفي يكفي من عن محصولي وعن محصول النخلة التي بجواري وهذا صحيح لأن النخيل ينتشر جريده إذا ارتفع عن الأرض ويتشابك الجريد ويمنع وصول الضوء إلى النخيل القريب من بعض وبذلك يؤثر على الإنتاج جودة وكمية وقد رأينا ذلك بأنفسنا وذلك الزراعات القريبة التي تكون أربع متر بين النخيل أو خمسة متر أو ستة متر فقد رأينا نخيل متداخل وإنتاجه ضعيف فلا ننصح بالتقريب المسافة بين النخيل وهذا شيء مجرب ومعروف المراجع بعضها مثل الفاو مرجع الفاو منظمة الزراعة والأغذية الدولية لها مرجع تشير إلى أن المسافة التي ينصح فيها تكون بين النخيل عشرة متر ولكن هذا وإن كان جيد إلا أن مبالغ فيه وإذا كانت أرض صحراوية فيؤدي أحيانا إلى نسميه في المدينة صفق الثمار ولكن أو جفافها فعشرة متر مبالغ فيه بعض المراجع أيضا ترجح ثمانية متر بين النخيل وهذا طيب ونحن في مزارعنا نعتمد على المسافة سبعة متر في سبعة متر أي أنك تقسم تضع علامات للنخيل كل سبعة متر عن الأخرى على شكل خطوط متقاطعة وأفضل أن تعمل عند مساح ثم توضع علامات مثل نورة أو عود أو صيخ وإن كانت الأصيخ الحديثة قد تكون مكلفة ولكن أي علامة تحدد المسافة المقسمة التي هي سبعة في سبعة متر طبعا النخيل يختلف في حجمه بعض النخيل يكون جريدة طويل يصل إلى ستة متر مثل الصفاوي عندنا في المدينة المنورة أو الربيعة وبعض النخيل يكون جريدة قصير ثلاثة متر أو أربعة متر مثل العجوة فهذه المسافة إن شاء الله تعالى تكون مناسبة يتداخل الجريد قليلا ولكن تعطي مسافة لا بأس فيها وكذلك لا تؤدي إلى وجود فراغ كبير بالذات في الأراضي الصحراوية مما يؤدي إلى جفاف العذوق أو الثمار أو نسميه في المدينة الصفق أو تسبب بالحشف فالمسافة مثل ما ذكرت لك أخير المراجع بعضها تذكر أن تكون عشرة متر بين النخيل وبعضها ثمانية متر وهذا مشهور ونحن في مزارعنا نستخدم مسافة سبعة متر ونرى أنها إن شاء الله تعالى مناسبة ولا ننصح بأقل منها إلا في الاستراحات الصغيرة اللي ليس هدفها الانتاجية فممكن تكون ستة متر دياء النخل غير ليس النخل النخل الطويل الجريد أو الضخم هذا بما يخص الآن خطت افترضا أن الأرض صالحة للزراعة وأن الأرض توفر فيها الماء وأنك خططت الأرض وخططت المسافات الآن تأتي لدور الزراعة أبل أن نتطرق للأصناف إلا في التوصيات في آخر هذه الرسالة الصوتية الآن أنت جاهز لتجهيز للزراعة طبعا تقوم بعمل قبل تمديل نحن عادة نستخدم الليات وهو الشيء المشهور الأنابيب البلاستيكية لتوصيل الماء بعد أن حددت الأماكن للنخيل عادة ما نقوم فيه أن نحضر السمي باكلين أو الشيء والصغير اللي الحفار فتقوم بحفر حفر للنخيل متر في متر في متر أقل شيء وإن كان متر ونص أو متر ونص في متر ونص هذا أفضل فتعمل حفر للنخيل بالعدد الذي ترغب أن تزرعه فإذا كنت تريد أن تزرع جميع الأرض فأنت تقوم بحفر جميع الأرض وإن كنت تريد أن تزرع جزء من الأرض فتحفر على العدد على العدد الذي تريد أن تزرعه فتحفر الأرض إن كانت الأرض طيبة أي أنها طينية مخلوطة برملة يعني أرض جيدة أو طينية خفيفة أو طينية لا يوجد فيها ملح فيمكن بعد الحفر بعد حفر الأرض أن تقرر لأننا نحتاج هذا الموضوع طبيعة الأرض إن كانت الأرض حجرية أو كانت جيرية أو كان مالحة جدا فنحن ننصح بعد الحفر أن تبدل التربة بأرض طينية مخلوطة بسافي السافي هو رمل ناعم عندنا في المملكة نسميه سافي وهي الكثبان الرملية أرض تراب ناعم دائما ننصح بعد حفر حفر النخلة أن تردم بالرمل الناعم أو يخلط الرمل الناعم مع الأرض مع التربة التي تخرجت من حفرة النخلة تربة طينية تخلط مع السافي ثم تردم قبل الزراعة الآن بعد الحفر وحفرت جميع الحفر اللي هي متر في متر في متر أقل شيء إذا كانت الأرض طيبة يتم إعادة ردم الحفرة وممكن خلطها بالذات الطبقة الثلثة الأخير يفضل أن يخلط برمله ناعمة مثل السافي قليلة الملوحة لأنها هي المنطقة التي تباشر جذور النخلة عند جرعتها فالثلثة الأخير من التربة من الحفرة ينصح أن يكون من الرمل الناعم السافي أو الأرض الطينية الخفيفة غير المالحة تعيد ردم الحفر مرة أخرى بعد أن حفرتها ثم تعمل التمديدات التمديدات الليات لها أيضا طريقة تستفيد من المختصين في الزراعة عندك فيتم تمديد شبكة الري ويفضل دفنها يفضل دفن شبكة الري حتى تحميها من أثر الشمس ولأن قد يصعب دفنها بعد الزراعة لصعوبة الدخول المعدات ولكن أفضل أن تمدد شبكة الري وتدفن ثم تسقى هذه الحفر لمدة شهر إن أمكن قبل الزراعة تسقى باستمرار كل ثلاثة أيام أو كل أربع أيام هذا يؤدي إلى تخلخذ الحفرة وعدم وجود الجوب الهوائية وكذلك تحليت الأرض كما يقول المزارعون بعد السقية تكون أنت قد اخترت الأصناف التي تريد زراعتها واختيار الأصناف هذا أيضا موضوع يحتاج إلى بحث ومناقشة ولكن نضعه في آخر هذه الرسالة الصوتية الآن أنت اخترت الأصناف الأصناف قد تكون فسائل يجب أن تحرص على اختيار الفسائل أيضا ولكن نفرض أنك اخترت الأصناف وفسائل مناسبة حسب المعايير التي ينصح فيها أهل التجربة والخبرة لاختيار الفسائل أحضرت الفسيلة الآن تبدأ وقت الزراعة طبعا ينصح أن تختار فسائل من مناطق لا توجد فيها السوسة الحمراء والآفات بالذات السوسة الحمراء يجب أن تتحر في ذلك فتأتي وقت الزراعة لها طريقة وقد أوضحنا في قناة خدمات النخيل عدة فيديوهات عن طريقة زراعة النخيل ولكن باختصار أن بعد انتسقى الحفرة تنزل قليلا الحفرة فتحتاج زيادة ردم من السافي أفضل من الرمل النعمة يحفر على قدر جذع الفسيلة بحيث تكون قلب الفسيلة والمجموع الخضري فوق أرض الفسيلة بمقدار شبر يكون أعلى أطر للفسيلة على سطح الأرض أو قل من قليل يحفر حفرة بقدر قاعدة الفسيلة كما ذكرنا يكون المجموع الخضري فوق التربة تربة فوق سطح تربة النخلة بحيث لا يدخلها الماء ثم تردم ويستسقى معها الماء حتى تكون مثلا الخلطة لتثبيت الفسيلة وخروج الجوبة الهوائية وتدك الفسيلة دك جيد بحيث تثبت وتروى رية غزيرة ثم عادت نحن في المدينة كما ينصح فيها المزارعين أنها تسقى الفسيلة بمقدار تنكة تقريبا عشر أو عشرين لتر يوميا لمدة أربعين يوم أربعين اليوم الأولى تسقى يوميا بتنكة تقريبا عشر لتر من الماء لمدة أربعين يوم يمكن أن العشرين اليوم الأولى تسقى يوميا بمقدار 10 لتر أو تنكة 10 ل 20 لتر يوميا تسقى ثم بعدها يوم بعد يوم إذا كانت الأرض باردة حتى الفسيلة تبدأ تنتشر أو يطول جريدها بعدها ممكن أن تسقى يوم وتترك يومين ثم تسقى مع المزرعة على هذا النظام يوم بعد يومين أو يوم بعد ثلاث أيام حسب إمكانية الماء وحسب الجو الموجود هذا بالنسبة لزراعة الفسيلة أو سقايتها في البداية لا تحتاج سألت عن التسميد الفسائل في بدايتها نحن نتكلم من تجربتنا وليس معنى أن هناك قد تكون هناك تجارب أخرى وقد تكون هناك نصائح أخرى ولكن ما عرفناه وتعلمناه من زراعتنا في المدينة منورة وما عرفناه من المزارعين لا تسمد النخيل في بداية الزراعة ولا تسمد الحفرة عادة وإن كان بعض الناس لديهم طرق أخرى وتجارب أخرى وقد تكون ناجحة ولكن نحن نذكر ما عرفناه ولا يعني عدم صحة ماذا ما لم نعرفه أو قد يكون أفضل مما لدينا ولكن نحن لا نسمد النخيل في بداية الزراعة ولا النخيل في فترة الحضانة طبعا لا تسمد النخلة بعد تأكد أنها بدت تنمو يمكن بعد عشر أيام ويفضل تغطيتها بالجريد أو الخيش تلفيه أو تغطى حولها جريد حتى يحميها من شعة الشمس والهواء الحار إذا كان وقت الصيف وإن تركت بدون تغطيها أيضا ولكن غالبا ما تعرف أيها المزارعين وتغطيت النخيل في فترة الحضانة بعد الزراعة بالجريد أو بالخيش وتوجد فيديوهات عديدة توضح هذا طريقة بسيطة يحط الجريد حول النخلة لتضليلها ويثبت ويربط بسلك أو حبل لتثبيته غالبا إن شاء الله تعالى بعد شهر أو بعد شهر تقريبا ترى نمو الجريد وبعدها بشهرين ترى سبحان الله تقدم الجريد وهذه فترة حضانة مهمة للنخلة تم تسميد النخيل عادة نتكلم عن تجربتنا بعد ثلاث سنوات سماد بلدي بسيط طبعا التسميد سألت عن تسميد النخيل هناك فيديوهات عديدة في القناة توضح طريقة تسميد النخيل الكبير ولكن بالنسبة للنخيل الصغير نحن لا نسمد النخيل إلا بعد ثلاث سنوات يتم وضع كمية قليلة من السماد البلدي حول النخلة ويدق حوض النخلة وذلك قبل الشتاء في كل عام يسمد مرة واحدة هذا ما نقوم فيه طبعا هناك برامج تسميد كيمائية وغيرها موجودة ولكن نتكلم عن ما عرفنا تسميد النخيل الكبير أيضا في الشتاء يوضع للنخلة الكبيرة البالغة كيس إلى كيسين من السماد البلدي ويدق حوض النخلة وتسقى بريات غزيرة وموجود في القناة فيديو يوضح طريقة التسميد وري النخيل عادة في الصيف النخيل البالغ يرعو كله ثلاث أيام إلى أربع أيام بالكثير وفي الشتاء خمسة إلى ستة أيام هذا هو الدارج وإن تأخر عن ذلك أيضا لا يضر ولكن يفضل في وقت بعد الجداد تكثيف تكثيف الماء كل ثلاث أيام أو أربع أيام وفي الشتاء كل سبعة أيام أو ستة أيام لا يضره والنخيل بشكل عام إذا زاد الماء عليه أفضل من نقصه إلا في مرحلة نضج الثمار التي يقلل فيها الماء هذا ملخص الآن أنت زرعت النخل وانتظار أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولك ولك لكل من يزرع ونماء النخيل إذن هذه ملخص عن ما نقوم فيه في طريقة الزراعة وتجهيز الأرض ثم يأتي يا أخي موضوع الجدوى الاقتصادية الجدوى الاقتصادية تحتاج إلى دراسة دقيقة وجيدة أولا اختيار الأصناف أنت يا أخي الآن تزرع بهدف إذا كنت تزرع بهدف اقتصادي فأنت يجب أن تزرع الأصناف الاقتصادية ولكل بلد أصناف مشتهر فيها فإذا كان مشتهر في البلد اللي أنت فيه مثلا البرحي أو المجدول فيجب أن تسأل المزارعين عندك كيف جدوى زراعة هذه المحاصيل الآن وتسأل أكثر من جهات يجب أن تسأل المزارع وتسأل التاجر وتذهب إلى السوق فإذا كان هذا هو الصنف السائد تسأل في منطقتك عن انتاجية النخلة لأن انتاجية النخلة تختلف من مزرع إلى مزرع من منطقة إلى منطقة فقد يكون انتاجيتها في بعض المناطق ستين سبعين كيلو وبعضها تكون مائة كيلو وبعضها أقل من ذلك طبعا خدمة النخلة وخدمة المزارع دائما تزيد الإنتاج وتقوي النخلة ولكن يجب أن تسأل أهل الزراعة لديك أكثر من شخص وتسأل التجار وتذهب إلى السوق فإذا كانت النخلة تكلف عليك طبعا أنت تتكلم الآن هذه في السنة الأولى حتى تحصل غالبا على انتاج اقتصادي سيكون الله أعلم بعد عشر سنوات وقد يكون أقل من ذلك ولكن هذا الانتاج الذي يكون اقتصادي والنخلة تغل بشكل جيد لا يقل عن عشر سنوات من الزراعة وإن كانت طبعا تغل قبل ذلك ولكن نذكر الانتاج الذي نبدأ نقول عن انتاج اقتصادي السوق يتغير فقد يكون هناك صنف غالي في هذا الوقت وبعد هذه السنوات من كثرة الزراعة وكثرة الانتاج يقل الصنف دائما ينصح المزارعون الخبراء بالتشكيل بزراعة أكثر من صنف في المزرعة من الأصناف الاقتصادية بحيث تكون خمسة إلى ستة أصناف مختلفة تجعلها نسب تجعل عشرين بالمئة في نسبة الصنف الأشهر ثم تقسم الثمانين بالمئة الباقية إلى خمسة أصناف أخرى أو أربعة لكن تعدد الأصناف لأنه إذا هناك صنف زاد انتاجه وقل سعره ولم يقطي تكاليفه يأتي صنف آخر يظهر يتحسن سعره وعادة إذا زاد الانتاج من صنف حتى لو كان غالي يبدأ ينخفض وتبدأ أصناف أخرى يرتفع سعرها وهذه دورة تكون تستمر إلى سنوات حيث تستمر إلى ثلاثين عام من تغير صنف من قمة إنتاجه إلى أن يخفض السعر ثم ترجع الدورة مرة أخرى فالتشكيل في أصناف النخيل مهم في المزرعة هذا بشكل عام دراسة الجدوى الاقتصادي يجب أن تقوم بها بنفسك لأنك أن تترك الأرض بيضاء فهي لا تكلف عليك شيء أفضل من أن تقوم بعمل شيء فيها مثل زراعة وتكون عليك تكاليف وعب ولا تغطي تكاليفها وتكون عليك خسارة فالأرض لو كانت في مكانها بيضاء فهي لا تأخذ منك شيء ولكن إذا زرعتها فهي تحتاج تكاليف يومية ولا تستطيع أن تتوقف الزراعة هي التي عملها لا يتوقف أعمال كثيرة قد تبني عمارة وتستمر في بنها عام أو عامين أو حتى خمسة ولكن ينتهي عمل العمارة وتؤجر أو تسكن لكن المزرع هي كائن حي يأكل ويشرب ويتنفس يحتاج ري بشكل يومي يحتاج خدمة بشكل يومية يحتاج خدمات النخيل أكثر من 15 لإعتصال إلى 20 خدمة باستمرار أن تقوم فيها لا تستطيع أن تتأخر فالزراعة هي التزام مالي والتزام إداري والتزام مستمر والتزام نفسي أيضا فيا أخي نتردد أن ننصحك في الزراعة أو لا ننصحك ولكن من يريد أن يزرعه بالذات النخيل فيكون أول شيء لديه أن يحتسب وأن ينوي أن يتصدق بجزء من التمور ويعطي لوجه الله سبحانه وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة شق تمرة يجعل الله سبحانه وتعالك فيها نجاح من النار فكيف بما تعطي من تمور أو تتصدق أو تزكي ففيها أجر والذي يدخل زراعة النخيل بدون احتساب هذا الجانب فيحتاج أن ينتظر ويتريث ويقوم بدراسة جدوى دقيقة لأنها في هذا الوقت المنافسة الكبيرة والإنتاج غزير والأسعار لا تشجع وإذا بديت في هذا الموضوع لا تستطيع أن تتوقف إلا إذا كنت تريد أن ترغب أن هذه المزرعة تموت فلا تبدأ بهذا الأمر قبل أن تتأكد أن لديك القدرة للمواصلة ودائما ننصح أن من يريد أن يزرع أن يكون لديه فائض بالذات النخيل يكون لديه فائض مال لو خاطر به لا يؤثر عليه هذا ما أحببنا